ام العقوبات على ما سيواجهه نظام الغرور التوصي من غضب جراء مضيه في غيه وصلفه نحو هوية لم تعد بعيدة غير مصغن إلى أصوات شعبه ونصائح الحلفاء والأصدقاء القلائل بالسير في الطريق الطبيعي للعلاقات مع دول العالم قبل حكم الملالي كان للحوزات الدينية احترامها ولهذا شكلت قواعد لثورة الخميني حيث منها كانت تنطلق التظاهرات ولم يكن الشاه محمد ريدا بهلوي يستطيع اقتحام أي منها أما اليوم حين يحرق المتظاهرون الغاضبون تلك الحوزات ذلك يعني بوضوح الكفر بكل الملالي الذين شكلوا طوال تسعة وثلاثين عاما طبقة فاسدة تمتص دم الناس وسقوط كل المحرمات بعدما خسر طواويس الدجل الكهنطي الفارسي الرهانة على العواطف الدينية للناس اليوم لن تكون هناك أم الحروب التي تبجح بها روحاني عندما أعلن تحديه للولايات المتحدة الأمريكية لأن المواجهة ليست معها فقط بل هناك سلسلة طويلة من الدول والشركات ستقفل أبوابها بوجه الإيرانيين الجوعة الذين دفعوا الثمن غاليا في سبيل مغامرات مجموعة رعناء لا تزال تعيش في كهوف القرون الوسطى تماما كما كانت حال الكنيسة الأوروبية والتي أسقطها الغضب الشعبي بعدما ارتكبت الكثير من المجازر مع فارق أن العالم لم يكن قد وصل إلى مرحلة متقدمة من تنفيذ القانون الدولي لحماية أبرياء يعيشون في سجن كبير كما هي حال الإيرانيين اليوم غدا لن يكون بمخدور قادة الهلوسة السياسية الفارسية رفع شعارات عن انتصارات إلهية ولن تقاتل إلى جانبهم جنود من السماء كما زعموا في مرات كثيرة بل لن يجدوا نصيرا لهم حتى في صفوف من أنفقوا عليهم نحو أربعمائة مليار دولار في لبنان والعراق واليمن وسوريا والأرجنتين وفلسطين المحتلة وبعض الدول الإفريقية لأن هذه الخفافيش العميلة تقتات على من يدفع لها أكثر وطالما أن المال الشريف كما زعم عميلهم اللبناني حسن نصر الله ذات يوم قد نفذ فإن عدد الفارين من السفينة المشرفة على الغرق سيزداد وفي طلعاتهم من باع بلادهم بثلاثين من الفضة للملالي إن أم الحروب التي تحدث عنها روحاني ستكون مع الشعب الجائع والغاضب الذي لم يستكن منذ بداية العام الحالي ومع دخول طهران المرحلة الأولى من مواجهة أم العقوبات ستزداد نيران النقمة استعارا وربما تتحول المدن الإيرانية كافة بركين تمطر حمامها على رؤوس قادة النظام والمستفدين منه وأن غدا لناظره قريب